ذشن الدكتور محمد الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضر موت الساحل بمعية الدكتور ابتسام المعاري المدير العام لمستشفى المكلة للأمة والطفولة مشروع توزيع معدات أجهزة طبية للمستشفيات والمراكز الصحية بساحل حضر موت وفي حفل التدشين أشاد الجمحي بالدعم المقدم من الاشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر الذي سيسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات ومنها المراكز الصحية بمحافظة حضر موت معربا عن شكره وتقديره للهلال الأحمر الإماراتي لدعمهم لقطاع الصحة ترجمة نانسي قنقر